مساء الخير بين من رأى انتكاسة ومن رصد خلط أوراق ومن اكتفى بالحديث عن التباس تراوحت التقييمات للحصيلة التي خرج بها اجتماع الخماسية الأخير على نية لبنان في نيويورك ورغم مرور يومين على انعقاده استمر الحذر السياسي في بيروت ربما بانتظار تسرب معلومات وافية من شأنها تحديد الخط البياني للتحرك الخارجي حيال لبنان في هذا الشأن يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم التعليق على نتائج اللقاء الخماسية لكنه يتوقف عند التباين الذي انتهى اليه الاجتماع بالقول كان عليهم التوسط بين اللبنانيين فاذا بهم في حاجة الى من يتوسط بينهم غير ان الرئيس بري يوضح انه ليس معنيا الا بما يفعله هنا مشيرا الى ان التحضير للحوار هو شغله الشاغل ولهذه الغاية تتواصل الاتصالات خصوصا مع النواب المستقلين لانخراطهم في الحوار بانتظار ان يقرر جبران باسيل خفض حمولته يقول الرئيس بري واذا كان رئيس المجلس متريثا في التعليق على نتائج اجتماع الخماسية فان الزعيم السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان له تقييم حاد وصريح اعتبر فيه ان الازمة الرئاسية عادت الى نقطة الصفر ووصف نتائج الاجتماع الخماسي بانه مجرد لعب مع اللبنانيين وبداية تهميش لمهمة جان ايف لودريان متهما بعض اعضاء المجموعة بانهم يفسدون مهمة الموفد الفرنسية ورأى ان الخماسية اصبحت رباعية وقال فلتشرح لنا السعودية ماذا تريد غير ان مصادر وزارة الخارجية الامريكية نفت وجود خلافات بين اعضاء الخماسية حول التعامل مع المسألة اللبنانية وشددت على ان لكل دولة وسائل مختلفة تستعملها وقالت ان الامريكيين يعملون عن قرب مع فرنسا ومع لودريان وكذلك مع الشركاء الاخرين للوصول الى مقاربة مشتركة لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الشغور الرئاسي اللبناني عرضه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة كأولى التحديات التي تواجه لبنان اما التحدي الاخر فقاده الى التحديد من انعكاسات النزوح السوري السلبية التي تعمق ازمات لبنان الذي لا يبقى في عين العاصفة وحده